عاجي القاء القبض على صوفيا من قبل الشرطة جامبيا بسبب حكم مباراة الجزائر والكاميرون لنتابع التفاصيل تمكنت عناصر الشرطة في جامبيا اليوم من القاء القبض على الناشطة الرياضية والمهتمة كثيرا بشؤون المنتخب الجزائري ولحد الان لا تزال صوفيا المناصرة الوفية للمنتخب الوطني بين اياد شرطة جامبيا بسبب الحكم بكاري جاساما الذي تأمر على المنتخب الجزائري وبعد الاتصال اكدت بعض المصادر ان المناصرة الجزائرية في صحة جيدة واتصلت بالقنصل الجزائري في مدينة داكار في السينغال لانه ليس هناك قنصلية في بانجول في جامبيا واكد القنصل الجزائري انه لن ينام حتى يخرجها من مركز الشرطة انتربول وتعود تفاصيل الحادثة بعد استقبالها من طرف رئيس الاتحاد الجامبي لكرة القدم في اجواء جد عادية وانقلبت الامور الى ما لم تنتظره مشجعة الفريق الوطني في ثوان فقط بعدما نطقت باسم الحكم بكاري جاساما وقرر مسؤولي الاتحاد الجامبي بالاتصال بالشرطة والتي تنقلت بسرعة الى مقر الاتحاد اين تم القبض على صوفيا بللمان اشتركوا في القناة شكرا